لنقاش هذا الموضوع رحب ضيفنا من الخرطوم اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجدوب الخبير الاستراتيجي دكتور أمين مرحبا بك معنا الاتفاق حول القوات المشتركة على حدود البلدين وليس بالاتفاق الجديد لكن كيف نفهم هذه الدعوة السودانية الجديدة الآن لضرورة تفعيل هذا الاتفاق على حدود البلدين مساء الخير مرحبا بك ومرحبا بسادة المشاهدين حقيقة هذه الاتفاقية سابقة تم توقيعها بين السودان والسلطات في ليبيا ونتيجة لما حدث في ليبيا من تفاعلات تم تجميل هذا الاتفاق الآن في هذه الزيارة تم مناغشة عدد من الملفات واشتكت ليبيا من وجود بعض الصعاب في السيطرة على الحدود وخاصة الهجرة غير شرعية لذلك دعا السودان إلى تشكيل غوات مشتركة أسوة بالتجربة بين السودان والشات والسودان وأفريقيا الوسطى هذه التجربة تحقق نجاح في الحدود الليبية لأنها حدود طويلة جدا وفي منطقة صحراوية وبالتالي يزعب مراغبتها على دولة بمفردة ولكن بالمشاركة يمكن تبادل المعلومات قيام أطواف مشتركة قيام نغاط ارتكاز في مناطق معينة تمنع الهجرة غير الشرعية تمنع تحريب السيارات تمنع الإتجار بالبشر تمنع الجرائم الألعاب للحدود بين البلدين وبالتالي يتم تأمين الحدود بطريقة منتظمة وهذا الاختراح السودان له خبرة كبيرة جدا وجاهز لتبادل هذه الخبرة مع الإخوة في ليبيا لكن دكتور أمين وفق ظروف البلدين السياسية والأمنية والتحديات الكبيرة التي تواجههما هل الأفاق أمام تفعيل هذا الاتفاق ممكنة فعلا هل الاستجابة المأمولة متاحة بالنسبة للسودان لا توجد اشكالية توجد حكومة انتغالية مستغرة القوات المسلحة في أفضل حالاتها لا توجد أي صراعات خاصة في غليم دارفور لما تعيين الحاكم قبل شهر وبالتالي السودان أفضل حالا إذا كان هناك اشكالية فهي مع من يتم الاتفاق في ليبيا نحن نعلم أن هناك مجلس رئاسي هناك حكومة تم تكوينها وهناك أطراف أخرى تعمل في مناطق متعددة سواء كان في الجنوب أو في الغرب أو في الشرك لذلك هذه المعضلة محلولة طالما الآن المجلس الرئاسي يتحرك ويملك التفويض الكامل ولديه اتصال مع مجموعة خمسة زائد خمسة لذلك يسهل التعامل ويتم النجاح ولا أعتقد أن هناك طرف يمانع في هذه المسألة بالنسبة للغوات المشتركة وهناك ملفات أخرى منها المجموعات المسلعة الموجودة في ليبيا من الدول العربية المختلفة وهناك مجموعات سودانية أيضا يمكن إخراجها بسلاسة بموجب هذا الاتفاق إذن عوامل النجاح متوفرة فقط نحتاج إلى الإرادة من الجانبين بالنسبة لحديث السودان عن ضرورة تفعيل هذا الاتفاق للقوات المشتركة على الحدود لمحاربة الهجرة غير الشرعية هل من مخاوف سودانية حقيقية فعلا من هذا الأمر هل من تأثيرات على الداخل السوداني أم الأمر كما يقول البعض هو مرتبط بتعهدات السودان كما تعهدات الآخرين أيضا للأطراف الأوروبية بضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية ومنعها من الوصول لسواحل البحر المتوسط حقيقة السودان متأثر داخليا نسبة لوجود مجموعة من الشباب يحاولون الوصول إلى الساحل الليبي والهجرة إلى أوروبا هناك أحداث بأساوية حدثت تواهان في الصحراء قتل بالعطش حتى الوصول إلى الساحل لا يعني الوصول إلى الجنة هناك حوادث غرق فقد نفع شباب بكميات كبيرة هذا من ناحية من الناحية الأخرى السودان أصبح دورة عبور من دول القرن الأفريقي وهذه مجموعات كبيرة جدا تعبر الأراضي السودانية أحيانا يتم القبض عليهم وأحيانا يتسربوا حتى يصلوا إلى صحراء دارفور ومنها توجد رصابات منظمة تأخذ هذه المجموعات إلى داخل الأراضي الليبية إنزلنا السودان يتأثر اقتصاديا يتأثر من الناحية البشرية وهناك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي السابقة بشراك السودان في المساهمة في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذه ارتزامات دولية إذا الجانب الليبي لديه القدرة والإرادة على تبعيل هذه الاتفاقيات مع السودان سيكون النجاح كبير جدا في تفوين هذه الغواد المشتركة بين الجانبين لكن قبيل الوصول إلى هذه المعطيات ولهذا النجاح في التعاطي مع هذا التحدي دكتور أمين هل نفهم بأن السودان يخشى في هذه المرحلة في ضوء عدم القدرة على السيطرة على الحدود وضبط أمنها هل تخشى الخرطوم من عدم الإفاءة بتعهداتها فعلا للأطراف الأوروبية وهي التوافقات التي تمت وهناك كذلك مسارات لتمويل عمل السودان على هذا الصعيد نعم هناك تمويل وتدريب تم للغوات الأمنية السودانية السودان يقوم بواجبه فيما يليه من مرابط الأراضي السودانية وتبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي ولكن الإشكالية هي في وجود التداخل ما بين القبائل المشتركة في الحدود مع ليبيا وأيضا هناك مجموعات تحاول أن تتربح من مزألة الهجرة غير الشرعية من الداخل الليبي هذا هو المقصود بإشراك الجانب الليبي في الغوات المشتركة لتبادل المعلومات ومنع هذه المجموعات من عبور الحدود نحن نعلم أن الحدود طويلة جدا ويزعب تغطيتها من جانب واحد لذلك إذا تم الاتفاق وتكمين هذه القوات المشتركة يوفي البلدان بالتزاماتهما السودان دائما ما يوضح في المؤتمرات واللغاءات مع الاتحاد الأوروبي أنه يلتزم بتعهداته ولكن هناك حلقة مفقودة وهي من الجانب الليبي في دخول عناصر ليبيا قد تدخل كمواطنين ليبيين ولكن في النهاية هي مجموعات تتربح وتتاجر في الهجرة غير الشرعية وهذا يخل بالأمن في كل المنطقة شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من الخرطوم اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب الخبير الاستراتيجي شكرا جزيلا على المشاركة معنا شكرا جزيلا على المشاركة معنا شكرا جزيلا على المشاركة معنا